مرحباً يا أصدقائي انظروا إلى هذه الكواكب الجميلة في أي كوكب نعيش؟ نحن نعيش في كوكب الأرض هذا هو كوكب الأرض أرضنا فريدة من نوعها بين جميع الكواكب إنها كرة ضخمة يوجد على الأرض الكثير من الماء وبعض اليابسة مما تتكون الأرض؟ تتكون الأرض من اليابسة والماء هذه هي اليابسة وهي الجزء الجاف من الأرض ويوجد فيها التراب والصخور ما هي مكونات اليابسة؟ تتكون اليابسة من الصخور والتربة هل تتكون اليابسة من ماء؟ لا، فقط فيها صخور وتربة أيهما أكبر؟ اليابسة أم الماء؟ انظر إلى اللون الأزرق في الكرة الأرضية إنه يدل على الماء أما اللونان الأخضر والبني فإنهما يدلان على اليابسة وكما نلاحظ يوجد على الأرض الماء الكثير وبعض اليابسة الماء أكبر من اليابسة تعد الصخور من أهم مكونات اليابسة ما ألوان الصخور التي توجد على اليابسة؟ الصخور متعددة الألوان منها الفاتح والغامق مثل البني والأسود والأبيض والأسرق وللصخور أسماء كثيرة منها الرخام البازل الجرانيت استخدامات الصخور يستخدم الصخر في البناء فنبني منازلنا من الصخور وأيضا يستخدم الصخر في تزيين الأبنية مثل المساجد انظر إلى هذا المسجد إنه مزين بالصخور وفي تزيين الأبنية والمطابخ فهذا المطبخ مزين بالرخام وأيضا يصنع الإسمنت من الصخور ويستخدم الصخر في بناء الطرقات ويجب أن نعرف أن الرياح تؤثر في الصخور وتعمل لها عملية الحك مما يؤدي إلى تكون الرمال الصخور لها أهمية كبيرة في تشكل الرمال والكثبان الرملية وهي عبارة عن كثبان من الرمل الخلاصة يتكون سطح الأرض من اليابسة والماء تتعدد استخدامات الصخور الصخور أهم مكونات اليابسة ترجمة نانسي قنقر